الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم أولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإيمان سؤال سأله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إحنا تكلمنا عن الإيمان بالدار الأخيرة وهذا آخر من تهينا إليه نعم وعدتنا أن تتحدث معنا اليوم عن يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج قوم خطيرون مفسدون شريرون ناس لا ندري أهم كالبشر مثلنا أو مخلوقات الأشرار الجن المفسدين أم هم كيف أشكالهم ولكن ما نعرفه أن أشكالهم فضيعة وأن أعمالهم مريعة وأنهم مفسدون قاتلون بينما نبي الله عيسى عليه السلام يتحدث مع المؤمنين بعد مقتل الدجال ويتحدث معهم عن أماكنهم ودرجتهم في الجنة فيخرجه يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج كانوا ناس على عهد ذي القرنين عليه السلام هو رجل من الصالحين وكانوا يخرجون فيقتلون الناس ويأخذون طعامهم ويصرقون أموالهم ويسفكوا دماءهم ثم يأخذوا ثروات البلاد ويذهبوا مرة أخرى إلى أماكنهم لما جاء ذي القرنين وكان رجلا صالحا قويا لديه جيش فاشتكوا ذي القرنين قالوا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يأكلون طعامنا ويأخذون أرزقنا ويقتلون أولادنا ويقتلون رجالنا ونساءنا فهل من الممكن أن تصنع بيننا وبينهم سدا يمنعهم من الدخول إلينا فقال ذي القرنين أنا سأعمل لكم شيئا أفضل من السد وهو الردم فأصنع بينكم وبينهم ردما حتى لا يستطيع الخروج أبدا أتوني بقطع الحديد فأتوا بقطع الحديد الكثيرة ووضعوها بين الجبلين حتى امتلأ بين الجبلين بالحديد وبعد ذلك أتى بالنحاس المنصهر وصبه فوق الحديد فأصبح الحديد متماسكا وملمسه أملس ناعم لا يستطيعون أن يخرجوا منه لا يستطيعون أن يكسروه ولا يستطيعوا أن يتسلقوا هذا الردم والحمد لله كفى الله شر يأجوج ومأجوج وأبعدهم عن العباد ولكن المشكلة أن يأجوج ومأجوج في كل يوم يحاولون كسر هذا السد والردم حتى يخرجوا للناس وينتقموا منهم ويأخذوا أرزقهم ويأكلوا طعامهم ويشربوا ماءهم ويقتلوا الناس حتى ينتقموا منهم لما سيأتي يوم القيامة سيستطيع يأجوج ومأجوج كسر هذا الردم والخروج منه إلى الناس وهذا ما سيحدث عند نزول نبي الله عيسى بعد مقتل الدجال يخرجوا يأجوج ومأجوج فيأكلوا الزرع ويشربوا الماء حتى يشربوا كل مياه البحار التي في الدنيا ويقتلون الناس فيقول الله لعيسى عليه السلام لنبي الله عيسى خذ المؤمنين وصعد بهم فوق جبل الطور لأن قد خرج يأجوج ومأجوج خرجوا ولا يستطيع أحد أن يقف أمامهم ولا يستطيع أحد أن ينتصر عليهم من البشر نبي الله عيسى عليه السلام سيأخذ المؤمنين ويصعد بهم فوق جبل الطور ينتظرون حتى يأذن الله لهم بالنزول مرة أخرى وماذا فعل يأجوج ومأجوج حين خرجوا يأجوج ومأجوج أفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا كثيرا قتلوا كل الناس وشربوا كل الماء أكلوا كل الطعام وبعدما قتلوا الناس جميعا الذين هم في الأرض قالوا تعالى ونقتل الذين في السماء ويضربوا بالسهام إلى السماء فيخدعهم الله عز وجل فتنزل لهم السهام مخضبة بالماء بالدماء عليها آثار الدماء فيظنوا أنهم قتلوا أيضا من في السماء سبحان الله العظيم بينما هم كذلك سيرسل الله عز وجل عليهم وكيف ستكون نهايتهم من الذي سيخلص الناس منهم إنما هو الله سبحانه وتعالى سيرسل الله عز وجل عليهم دودا وحشرات تأكل في أعناقهم وتقتلهم فيقعوا فوق بعضهم البعض ميتين مقتولين حتى أن الأرض ستمتلئ رائحة سيئة من أجسامهم التي تعفنت ثم يرسل الله عز وجل عليهم طيورا تأخذ أجسادهم إلى أماكن بعيدة وإلى الصحراء وإلى البحار ثم ينزل الله عز وجل مطرا كثيرا مطرا كثيرا حتى يغسل الأرض من رائحتهم ومن أجسامهم ثم ينزل نبي الله عيسى عليه السلام والمؤمنون ويعيشون في الأرض وتخرج الأرض بركتها وزرعها الطيب وثمارها الجميلة وولودها الجميلة ويعيش الناس في سلام وراحة حتى أن قشرة الرمان قشرة الرمان تكون كالمظلة كبيرة يستضل بها عشرة من الناس والجمل الواحد إذا ذبح يكفي مدينة من البركة ومن الخير والبقرة تكفي قرية بكاملها تخرج الأرض أفضل ما فيها من زروع وأشجار وثمار وأزهار ويعيش الناس في سلام بلا المسيح الدجال وبلا يأجوج مأجوج وسيأتي المهدي عليه السلام ويعيش بين الناس مع نبي الله عيسى ويصلي نبي الله عيسى مع المسلمين خلف المهدي ما أجمل هذه الحياة؟ فعلا لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أجمل حياة في زمن المسيح ابن مريم هذه أجمل حياة في الوجود وما الذي سيحدث بعد ذلك؟ سيحدث بعد ذلك أن القيامة لابد أن تقوم سيرسل الله عز وجل ريحا طيبة ستأخذ أرواح المؤمنين ولا يبقى في الأرض إلا المشركون والكافرون وهم شر الخلق وعليهم ستقوم الساعة وهم الذين سيرون يوم القيامة وما الذي سيحدث بعد ذلك؟ ستأتي بعد ذلك العلامة العاشرة والأخيرة من علامات يوم القيامة الكبرى ستخرج نار من اليمن كبيرة خطيرة ستخرج فيخاف الناس منها فيجرون منها ثم يحشرون إلى محشرهم يجرون إلى الأرض التي ستقوم عليهم القيامة فيها وهذه آخر علامة من العلامة الكبرى اليوم القيامة وما الذي سيحدث بعد ذلك؟ سيحدث بعد ذلك أن القيامة ستقوم فعلا حدثنا عنها هذا ما سنتحدث عنه غدا إن شاء الله عز وجل أحبتي نلتقي غدا إن شاء الله عز وجل نحن نكمل إن شاء الله عز وجل بقية الأنبياء والرسل أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته